يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم من جديد رجعت لكم اليوم بقصة جديدة بس قبل ما نبدأ لا تنسوا تشتركوا في قناتي واتباعوا لزر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد ويلا نبدأ قصتنا تقول صاحبة القصة قصة صارت لي من سنة تقريبا أنا بنت وكنت أحب الطلعات كثير مع صديقاتي وأهلي الحمد لله واثقين فيني ودائم نطلع عنه صديقاتي أنا في آخر سنة في الجامعة وكل صديقاتي مثلي أهاليهم معطيينه من الحرية والثقة والحمد لله إحنا قده ثقة طلعاتنا معروفها ما كنها فيه كوفي جنب الجامعة مرة رائق وأغلب مكان نتردد عليه ونذاكر فيه ونطلع من الدوام ونروح نتقه فيه وأحيانا نتغدى فيه وأغلب بنات الجامعة يجونوا فيه بنت ما شاء الله محترمة وجميلة ودائم أشوفها في الكوفي والأغلب على اللابتاب أو تقرى كتاب ما أشوفها في الجامعة مرة بالغلط دقت طاولتنا وانكبت القهوة وقامت تتعذر ودفعت الحساب عننا وعوضتنا في القهوة لطيفة مرة بشكل مطبيعي وكيوت مرة ومرة ثانية اكتشفنا أنها دافع حسابنا وبدأنا معها سوالف وصارت تيجي أحيانا تتقهوة معنا ومن خلال الكلام معاها عرفنا أنها مدربة تطوير ذات معتمدة ومدربة يوغا ولها أنشطة ودورات على مستوى العالم وتابع المؤسسة الدولية والبنت تنوكل أسلوبها ذوق وراقي في يوم من الأيام جات عندنا وقعدة تحكي لنا عن دورة راح تقيمها ودورة معتمدة وفي حضور هذه الدورة مكافأة يعني اللي تحضر الدولة لها 500 ريال استغربنا مرة وقلنا ويش فايدة كذا انت لتقيمين الدورة وكمان تيدفعين للمشتركات قالت هذا نظام مؤسستنا خيري وبعد من ينعرف تكون عليها فوايد وإحنا الكسبانين سمعة وانتشار وإذا صار فيه قبال كبير ممكن نغير نظامنا بس حاليا تحت مظلة رسمية ومهم عندنا الترويج للمؤسستة إلين ما تكون معروفة على مستوى الشرق الأوسط وقالت احتاج قروب من عشرة بنات وياليت تختارون لجميلات لأنه في دورات للتوظيف ونروح أنا وصديقة نختار بنات من شلتنا مرة حلوات إلين ما تكملنا عشرة وقالت لنا اهم شي يكون الموضوع سر بيننا ومو تنشرون في الجامعة عشان المؤسست تستمر تعطيكم دورات معتمدة مع مكافأات وبعد ما تستكملون المدة ممكن ننشر بسطات الدورات بس حاليا خلوه محصور عليكم وهذا اللي صار طبعا حددت لنا موقع الدورة التدريبية وكانت مدتها ثلاثة أيام وحقيقة من أجمل الدورات اللي حضرتها في حياتي غير بوفي الأكل والحلة والمدربات الثنين البنت اللي لقيناها ووحدة ثانية معاها مرت ثلاثة أيام خفيفة ولطيفة وبعد الكورس ركس ووناسة وفيه مسبح وسبحنا كانت وناسة مات ونتسى وآخر يوم كل واحدة أخذت شهادتها ومعاها خمسمية ريال وصرنا نطلبها ينضمون معانا بنات ويا الله وافقت وصار العدد اتناش ومن بعدها صارت الدورات ما تنقطع وأحيانا يكون معاها يوغا وممكن ناخذ مبلغ ممكن يكون ميتين طبعا اللي نعرف من هذه البنت اسمها ولقابها واللي معاها وما نروح لمكان الدورات في سياراتنا عندنا نقطة تجمع وهم يمرون بالباص ونروح الشالي اللي تقام فيه الدورات في يوم قالت عندي هايكينج في البرمة عشا وقهوة ومشي ومكان ممتع وجميل وفي صراحة في رحنا مرة بس المكان بعيد مرة مرة كان الموضوع مقلق لانه شي جديد علينا بعد ما أرسلت لنا صور المنطقة اللي بيكون فيها اتجنننا على المكان ورحلة مشي ممتعة وفي الليل عشا وبوفي على ملار الساعة يبدأ من حداش صباحا ليل واحدة في الليل وفي جلسات جميلة وبيت شعر وفعاليات شوقتنا مرة مرة طبعا عددنا 12 ونلتقي كلنا في نقطة تواجد عند الجامعة وهي اللي تمرنا بالباص استعدنا لذاك اليوم واخذنا احتياطنا الشوزات مشي وجكتات بحكم ان الجو بارد وجاء اليوم الموعود وكنا في نقطة التجمع على الوقت ومرتنا بالباص وطول الوقت نغني ونتقهوة ونسوي فعاليات في الباص ما حسنا بمسافة الطريق أتوقع كان ساعة وأكثر ومرتاحين والأمور في السليم وصلنا المكان ولقينا كل شي جاهز من أكل وشرب وجلسات المكان مرة يجنن وطلع على جبال وانبسطنا واستعدنا للهايكينج بعد الغداء توني استوعب ان تصرفات المدربات كانت مريبة بعض الشي كانت مكالماتهم كثيرة ويخرج من مكان تواجدنا كل شوي لكن في ذاك الوقت مستحيل استوعب هذا الشي بدأينا في المشي وقالولنا بدون عبايات المكان فاضي وما فيه أحد ومشينا ومستمتعين لين ما وصلنا لنقطة معينة كان فيه انحدار ومكان فسيح نازج شوي وفيه وحدة من البنات اللي معانا شوي دبدوبة وخوافة ومتأخر عننا في المشي شوي قربتنا المدربة من بعض وقالت اجس ونشتاح وكانت عيونهم تطلاقت وفيه شي غلط مني عرفته بس كانت حريصة نكون متقاربين وكانت كل شوي تعدنا وطلخبت وهو فيه وحدة ناقصة لسه ما وصلت وهم ما حسوا عليها وجات الطامة الكبرى شوي حاوطونا اكثر من 15 رجال كلهم كبار في الثلاثينات ولا قدرنا نهرب لانهم هددونا ومعاهم سلاح سحبوا الجوالات وإحنا في منطقة جبلية وقرب اذان المغرب طلعوا متفقين من اول مع المدربات واستدرجونا من ايام الكوفي والطلعات والدورات وكمان وإحنا في المسبح والشالي مصوريننا ومصورين ركسنا وجلسات اليوغا وقالا له نستسلموا بكل هداوة او اختاروا الفضيحة قاموا يجبرونا نخلع ملابسنا او يكتلونا وناويين يصورونا ما احكي لكم عن البكاء والترجي اللي صار لكن ما يرحمون وربطوا يدينانا وبدأنا ننزل جهة المخيم في منطقة نائية لو تصيحين لبكرة ما حد سمعك واكتشفوا ان عددنا ناقص وفيه بنت فلتت وما وصلت وشافت كل شي جن جنونهم تركونا مربطين في المخيم وقاموا زي المجانين يدورون عليها ممكن ربع ساعة وركبوا سياراتهم هم والمدربات معهم واختفوا تركونا وحدنا بس نسمع صوات الحيوانات كنا ندعي ونبكي ووصلت الشرطة واحنا بحال يرثلها واخذوا البصمات ودخلت صديقاتنا وسترتنا ربي رحمنا بفضله ونعمته ثم بصديقاتنا اللي نسياه وشافت كل شي من بعيد وهربت وبلغت وارسلت الموقع وهم حسوا من اختفاءها انهم تورطوا ورب ستر علينا وعلى اهالينا اخذتنا الشرطة بكل سرية في التحقيق وبكل غباء وبلاها طلعنا ما نعرف اسم المدربة الاسم اللي احنا نعرفه طلعه وهمي والشهادات وهمية وحتى شالية التدريب ما عرفنا موقعه ولا فيه اي حوالات بنكية او شي نقدر نثبت اسمهم او موقع هذه العصابة الا بارقام الجوالات وللأسف طلعت كلها مجهولة ما لها اسم وكانوا مضبطين نفسهم صح ولقينا تهزيء جامد من النقيب المسؤول عن القضية بعد جهد طويل وصلوا الراس الخيط وجابوهم كلهم من خلال فواتير سداد الكوفي اللي كانت فيه المدربة واعترفت بكل شي وللأسف احنا الضحايا الناجيين غيرنا دفعتين تم ابتزازهم ونجحت خطتهم كاملة للأسف وانا ما حكيت قصتي الا حذر البنات لا تفكرين تاخذين دورات ولا تطلعين رحلات هيكينج ولا تروحين اماكن دورات يوغا او غيرها من خلال اعلان يوصل الكواتس بدون ما يكون مكان معلوم وصالة تدريبات في وسط البلد يعرفها الصغير والكبير وتحت مظلة دولية معروفة محليا ولها موقع ومكتب ترى الناس صاروا هابين فيها خصوصا البنات العصابات وعيال الحرام استغل حرية البنات وخروجهم للهايكينج وبعض مختلطوا دورات اليوغا اللي يسوونها في اماكن مفتوحة ودورات اللي يقولون تطويروا جلسات ويسوونها في شالهات خاصة بدون تصاريح ولا ترخيص والبنات فرحانين يتجمعون ويسلفون لازم يعرفون مو كلها صحيحة بعضها نصب وخداع وشباك يستدرجون البنات فيها نصيحة للبنات قبل ما تدخلين دورات ابحث عن سيرة كاملة للمدربة وعن المكان اللي بتقام فيه الدورة ملأت روحين هايكينج مو مضطرة للمخاطرة بنفسك او حياتك انا اقولها من واقع تجربة ما اتمناها العدوي في النهاية تنبيه مهم جدا انا ما اعمم على كل الدورات وكل الرحلات لكن الحذر واجب احنا في زمن يخوف حتى بنات التنوي لسه بريئات ولا يعرفون خبط بعض النساء والرجال ويندفاعيات مرة ممكن تطيح في مثل هذول العصابات وهي مو دارية انتبهوا لبناتكم وخلكم قراب منهم كثير ما زلت مفجوعة من اللي صار ولاني مصدقة اني نجيت ترى عصابات الرجال صاروا يجيبون بنات عندهم اسلوب واللي تستدرجك هي بنت زيها زيك يكون عندها اسلوب وتعطيك الامان وتعطيك الامان وبعدها تورطك هي تاخذ مبلغ وقدره على عدد البنات اللي تجيبهم لهم انتبهوا مرة يا بنات كده وصلنا لنهاية قصتنا لليوم اتمنى اني عجبتكم اكتبولي تعليقاتكم على القصة تحت ولا تنسوا تدعموني باللايك والشير والاشتراك بالقناة